اشتركوا في القناة سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بسرعة توزيع الوحدات السكنية الجاهزة في المشاريع الاسكانية ومنها الوحدات الجاهزة في مدينة شرق الحد الاسكانية بالاضافة الى 280 وحدة سكنية في مشروع اسكان البحير التي تأخر توزيعها لعدم استكمال البنية التحتية في تلك المشاريع وقد امر سموه وزارة الاسكان بسرعة اتمام البنية التحتية والمرافق التي تخدم المشروعين بما يحقق سرعة الانجاز وسرعة تسليمها للمواطنين بشكل متكامل خدماتيا وفي سياق ذي صلة فقد شدد سموه على ضرورة اضفاء الجوانب الجمالية في مواقع المشاريع الاسكانية وتجميلها بما يكفل حمايتها بيئيا من جانب اخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى توفير مزيد من المعالم السياحية كالسواحل والجزر والحدائق العامة التي يأمها السواح والعامة وتوفر متنفسا للمواطنين بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة الى متابعة التطورات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية عند المنافذ الحدودية وتكثيف الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس نيباه الهندي ومنع وصوله الى البلاد من جانب اخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل على ايجاد البدائل وتبني المبادرات والحلول العاجلة التي تكفل سرعة توظيف الاطباء حديثي التخرج واستيعاب الخرجين من التخصصات الطبية المختلفة في القطاع الحكومي والخاص ووجه سموه وزارة الصحة بالتنسيق بشأن ذلك مع المجلس الاعلى للصحة وتحديدا اللجنة العليا للتدريب والجهات الاخرى ذات الاختصاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي اولا اعتمد مجلس الوزراء تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة واداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2017 كما اطلع المجلس على الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والادارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة وقرر المجلس اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية لإحالاتهما إلى السلطة التشريعية قبل 31 من مايو 2018 وذلك التزاما بالمدة الدستورية ثانيا وفق مجلس الوزراء على اعادة تنظيم شؤون الجمارك بوزارة الداخلية ويتم بمقتضاه اعادة تشكيل وتسمية الإدارات العامة والإدارات بصورة تحقق انسيابية العمل وتحول دون تداخل المهام والاختصاصات بينها وبشكل يلبي الاحتياجات الحالية والرؤى المستقبلية ويحقق مصلحة العمل وأهداف شؤون الجمارك من الناحيتين الأمنية والاقتصادية بصورة تكاملية وذلك بعد طلاع المجلس على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية استنادا إلى مذكرة معالي وزير الداخلية بهذا الشأن وقد كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ثالثا اعتمد مجلس الوزراء التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2018 الذي سيعرض على الاجتماع الوزري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي سيعقد في يوليو المقبل وقدمه سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء ويستعرض التقرير الوطني الطوعي الأول التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ووفق المجلس في ضوء ذلك على مشاركة مملكة البحرين في ذلك الاجتماع الوزري بوفد برئاسة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول رابعا ضمن جهود الحكومة في مواكبة التطور التكنولوجي عبر توسيع استخدامها في التواصل بين الأفراد والمؤسسات وفق ضوابط قانونية محدثة فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قرار قدمه معالي وزير الداخلية حول الاشتراطات الفنية لإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية خامسا استمرارا لجهود الحكومة في خلق فرص عمل نوعية وجديدة وذات قيم مضافة للمواطنين عبر تكثيف المبادرات التي تعزز فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل ومن بينها معارض التوظيف للسيطرة على معدلات البطالة وإبقائها في حدودها الآمنة والطبيعية فقد أطلع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المجلس على ما تم تحقيقه في المعارض الوظيفية التي تمت إقامتها عام 2017 والبلغ عددها تسعة معارض وقد تم من خلالها توظيف 3269 باحث عن عمل فيما اختار 7754 البرامج التدريبية التي تناسبهم من خلال هذه المعارض وقد وافق المجلس على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإقامة 12 معرض للتوظيف خلال العام 2018 وقد أثنى المجلس على دور هذه المعارض في دعم جهود ومبادرات التوظيف والتدريب سادسا استعرض مجلس الوزراء تقريرين في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها الحكومة عبر إجهزتها المختصة للتأكد من مطابقة الإنبعاثات من الموجات الكهرومغناطسية من أبراج الاتصالات والانبعاثات الإشعاعية الصادرة عن محطات بث الاتصالات الراديوية العامة في مملكة البحرين الأول قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن نتائج رصد أكثر من 2500 موقع لمحطات الاتصالات قامت بها شركة استشارية مختصة لقياس الانبعاثات الكهرومغناطسية من أبراج الاتصالات وظهرت النتائج أن الانبعاثات الصادرة من أبراج الاتصالات لم تتجاوز المستويات والمعايير المسموح بها دولياً بحسب المعايير والإرشادات المعتمدة من الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المرئية أما التقرير الثاني فقد عرضه سعادة وزير الشؤون مجلس الوزراء ومقدم من المجلس الأعلى للبيئة والذي أظهر أن مستويات الانبعاثات الإشعاعية صادرة عن محطات بث الاتصالات الراديوية العامة في مملكة البحرين تقع ضمن مستويات منخفضة مقارنة مع توصيات الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤذية وكلف المجلس بواصلة الدراسات والتقييم الدوري لمتابعة ورصد الانبعاثات وتأثيراتها وضمان أن تكون دائماً وفق المستويات الدولية المسموح بها سابعاً أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآة التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976